بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن دعونا نتعرف على هذا الدرس إذن لدينا هنا عنوان الدرس 6 العدد 26 إذن العدد هنا 26 وأهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد 26 ثانيا نشير للعدد 26 ثالثا تمثيل العدد 26 رابعا كتابة العدد 26 20 إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بحل هذا النشاط إذن في النشاط الرابع من الكتاب صفحة 99 هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 99 في النشاط الرابع إذن لدينا هنا يا أحباي الطلاب والطالبات هذا السؤال صل العدد 26 بما يناسبه إذن صل العدد 26 بما يناسبه إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم هنا بحساب لدينا هنا مجموعة من لدينا هذا المذياء سوف نقوم بحساب كم مذياء لدينا هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر إذن لدينا هنا سبعة عشر مذياء ولدينا هنا مجموعة من الطيور هيا نقوم بحساب هذه الطيور هيا نقوم بعد هذه الطيور واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 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 ستة سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أربعة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن أحبائي الطلاب والطالبات في هذا التمرين في النشاط الرابع صل العدد ستة وعشرون بما يناسبه أين هو العدد المناسب للرقم ستة وعشرون أو للعدد ستة وعشرون إذن لدينا هنا سبعة عشر مذياعا ولدينا هنا ستة وعشرون طيرا إذن أحسنتم ها هو العدد المناسب للعدد ستة وعشرون إذن مجموعة الطيور هنا هنا إذن مجموعة الطيور هنا هنا ستة وعشرون مجموعة الطيور ستة وعشرون إذن مجموعة الطيور ستة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن عدد هذه الطيور هي ستة وعشرون إذن عدد هذه الطيور ستة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات و هنا أكتب الأعداد لدينا هنا مجموعة من الأعداد سوف نقوم بكتابة هذه الأعداد لدينا هنا العدد 21 22 23 24 25 26 إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة هذه الأعداد هيا نمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة هذه الأعداد إذن هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد 21 22 23 24 25 25 26 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن و هنا يا أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الرقم 26 بتتبع النقاط التالية هيا نقوم بكتابة هذا الرقم 26 20 إذن لدينا هنا هذا الرقم 6 إذن 6 20 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات و هنا سوف نقوم بتلوين العدد 26 26 هيا نلون هذا العدد 26 إذن سوف نقوم بتلوين هذا العدد 26 أحسنتم 26 26 26 26 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن و هنا صل الأعداد في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني إذن هيا نصل الأعداد في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني لدينا هنا الرقم 25 وهنا الرقم خمسة وعشرون ولدينا هنا الرقم ستة وعشرون إذن ها هو الرقم ستة وعشرون إذن ها هو الرقم ستة وعشرون وهنا الرقم ستة وعشرون إذن ولدينا هنا الرقم ثلاثة وعشرون وهنا الرقم ثلاثة وعشرون ولدينا هنا أيضا الرقم أربعة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الأعداد من الرقم واحد إلى الرقم ستة وعشرون بشكل متسلسل هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد إذن هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسين آخر اشطر أق PVC اشترككم على حسن